وخليني هنا إذا أزلي الجميع المشاهد ودكتور جهاد وغيره يعني أنه لا لازم نفرق ما بين حكتين ما بين الحراكة الاجتماعية أو الرأي العام بتاع الدول اللي أه أكيد تغير المجتمعات أصبحت قراءها أكثر اختلافا المجتمعات أصبحت بتنظر إلى ما يحدث داخل أو على الأراضي الفلسطينية بعين مختلفة أصبحوا عندهم شكل من أشكال الاستيعاب أن هناك مذابح وعمليات تطهير للأسف الشديد وإبادة بتتم على الأراضي الفلسطينية لكن الحكومات ما بتتحركش هل الحكومات عاجزة؟ لا طبعا هي غير عاجزة على الإطلاق لأنها تستطيع ممارسة ضغوط عديدة على الكيان الصهيوني المحتل تمكنها على الأقل من نحن نعيش على الأرض لكن المجتمع الدولي مش عاجز المجتمع الدولي وكأنه يبارك المجتمع الدولي مستعد طول الوقت يدفع المليارات لأوكرانيا حتى تستطيع أن تواجه في هذه الحرب أو تستمر في هذه الحرب والمجتمع الدولي ممثلا في بعض الأحوال بدعمه الدائم أو صمته الدائم لسياسات الأمريكية عن سياسات أمريكية بأنه أمريكا تفضل تقدم دعم مالي وعسكري ولوجيستي وسياسي للكيان المحتل يبقى المجتمع الدولي مش عاجز المجتمع الدولي يقف مش بس موقف المتفرج وإنما المجتمع الدولي للأسف الحكومات تقف موقف الشريك في هذه المذابح تدور الدوائر في كل الأحوال وعلى الباغي دائما تدور الدوائر فبيجي وقت وهيحصل حساب هي المشكلة أنه حتى هذه اللحظة لسه مجاش الموقف الفارق الموقف الفارق هيحصل عندما يتألم أو تتألم الحكومات من نتائج مشاركتها ولو بصمت وليس العجز ولو بصمت عما يحدث الأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر